بدأت النهاردة بقى نقول بس الضريبة هتبدأ تتحصل وضعها شكله ازاي بدأنا نخش في الموضوع المتعلق بتحصيل الاجانب الستة في المية بدأنا كمان بحيطة مهمة جدا كان للعديد من المتعاملين في سوء المال ان الضريبة على التوزعات هي ضريبة مقطوعة وهذا كان يعني المفهوم عنده معظم المتعاملين في سوء المال فتم الاضاحة انها ستدخل في الوعاء الضريبة مرة اخرى للمتعاملين في حدود خمسة ملون فتغيرت المعادلة في هذا الاطار فبولت مجموعة امور كثيرة لكن ليست الضريبة فقط لا 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 عشان بس يبقى واضحة يعني يا جماعة التوقعات بقى ان السوء حتنط وتعلق لا 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 شوف يا يا بي سالم الامور لا تأخذ بالشكل المبسط ده هناك امور كثيرة محتاجة تما معالجتها ولكن ليس هناك خلاف على ان موضوع الضريبة كان حاجز نفسي مهم جدا والمتعاملين في سوء المال ليسوا بالضرورة بيتعاملوا مع الاساسيات بدليل ان انت بتتكلم على 3 اربع مرات اوبجريدينج للدولة في التصنيف الاقتماني بتتكلم على معدل نموه في الربع الاول من العام المالي 14-15 6-18% النصف الاولاني 5-6 وده بيفوق التوقعات اللي احنا كنا بنتكلم عليها ممكن ينتهي العام المالي 14-15 بمعدلات نموه قد تفوق الاربع في المال بعد ما كنا بنتكلم عن 3-18 نرى بنتكلم عن 4-2-4-3% وبالتالي لا في امور اقتصادية مهمة جدا ولكن لا يجب ان نغفل ان نفسية المستثمرين مهمة جدا وبتتأثر اسواق المال بشكل كبير جدا بهذه الامور المتعلقة بامور قد ينظر اليها البعض لانها امور بسيطة ولكنها في الحقيقة امور مؤثرة جدا جدا في هذا الاطلاع